بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أحد الأخوة المتابعين يعني بعثنا فيديو في عنده يعني يزرز إشكالات في المحرك إشكالية لولا على الثالة بالتالي فون والحمد الله مشتلا باس والإشكالية الثانية هو عادي نشوفه معاه في الفيديو هذا وبعثنا سأحققكم المشكلة الأول والمشكلة الثانية نشوفه الفيديو وهو تقول فيديو قال عندي فيه رعشة وعندي فيه مشكلة نشوفه ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 وعندما نتحاول معه في التليفون سألت وقلت له ما هو الفيتر المراكبة قال يراني مراكب لها فيتر بنزينة قال يراني مراكب لها فيتر بنزينة الذي هو هذا ما هو الفيتر هذا البيض صغير طبعا فيتر صغير هذا البيض هذا خاص بالبنزينة خاص بسيارات الكربائتار لأن الفم من الجهتين يصلح لتغذية سيارة الكربائتار اما سيارة الانجيكشن ولا الديزل ليس صح لأن الدخول والخروج عنده متع الديزل جيد ليس معه طبعا يجعل المضخة هذه يجعلها تتمس طبعا وقت هنا يبدأ تسكر عليها طبعا تتمس بسفا عليها ليس لديها امكانية ليس لديها المضوط طبعا هذا يسكر عليها طبعا هذا معمول قبل الواصفة فأنا قلت له يجب أن تشري فيلتر مثل هذا يجب أن تشري فيلتر مثل هذا كبير ليس على الأقل أفضل من الصغير لأن هذا كلهم يتعب من زينة حتى النوعية الكرتوني اللي داخل في وسطها مخصوصا للبنزينة ليس للديزل ولهذا ديما نستعمل كل شيء اللي هي للديزل نستعمله للديزل اللي هي البنزينة نستعمله للبنزينة لأنه ينجم الكرتوني أو الورق اللي في وسطه المصفة يتفتفت ويدخل يمشي للانجكترات يمشي للانجكترات يفسدهم هذه مشكلة أخرى كيف كيف ولهذا لا يستعمل إلا حاجة أصلية وهو مضخة في السائلات القديمة نستعمل مضخة وفيلتر في نفس الوقت فهو مضخة قلت لهم لا يمشي يشري فيلتر أخوه هذا بالضبط وركبه وخبرني أم لا يمشي 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 وشرب فيلتر وغير فيها في الفيتر أوسع منه ونقول لي ما شاء الله السيارة تمشي تمام تمام تبقى فيها الخطة هذه الخطة من الشريط المترو وفيه الخطة هذه المشكلة تحل والحمد الله إن شاء الله يكون مفيد الشيء المشكلة الثانية تبقى في المحرك أنه في حركة وقت نشوف المحرك هنا المحرك هنا يهتز ويهتز ويعمل في صوت في وسط الادميسيون هو صوت الاهتزاز لأنه غيرت أربعة انجكتورات مخاخات ونفس الشيء الاهتزاز لا تنحى والخطة لا تنحى باقي مثل الخطة فقلت له أخبرت لي فيديو سمعني صوت الموتور من جهة الادميسيون يسمعون الموتور من جهة الادميسيون يسمعون يسمعون الصوت هذه الصوت كان لديه كعبة فالف لا تنحى يسمعون فيها انا عامل الفيديو برانطية لنسمعون أكثر عامل برانطية تسمعون فتخيرة ثم ضربة برانطية انا عامل شوية برانطية هم ضربة هذه تجيب في جهة الدخول المتعلن لكل كثير هذه الغلبية الأغلبية هي كونه عنده السوبوبوب مسكرين نوقف الفيديو كنتظر عنده السوبوبوب مسكرين كان لولا الثاني والثالث والرابع المشكلة هذه طبعا وقت فك الجعب المتعلن بالواحدة بالواحدة يستطيع يعرف اناي منهم اللي لا تمشيش كل واحدة يحلها شوي اللي يتأثر فيها الموتور هذه الموتور متأثرش فيها هذه لا تمشيش بما أنه هناك طبطيبة في الادميسيون المات حتى عدتها سبوبوبوب بحظة ما نقلها محلولة الى مات ولكن هكأنها محلولة فنقولوا سبوبوبوب مسكرة لم تصبح للا محلولة للا السحب للا الشفط محلولة ما كان يقول له هنا يزم هنا الصخص يفع ويعمل كنترول على سباب للكعبة التي لا تذهب يعمل كنترول بالجوج يأخذ جيد كال ويعمل كما هذه يشوف بالجود كال يعمل بها سباب يعمل بها سباب يجب أن يسكرون هنا يجب أن يعمل بها ويحل لهم لأنه يرتاح المتور يرتاح لأنه هنا يسكر في الجهة هنا يسكر في الادميسيون فهي سهل بها سهل فهي سهل بها شئ يجب من أحيانها ويبردها فكها هي ويبردها ليس مشكلة يعني يجب أن يعملها ليس خالية يعمل تعديل للسبابات وهي كالة يجب من أحيانها وهذه الخراط ينقص لها شعر يسكر على السباب ويجب أن يرجح ويمشي بها مسافة خمسين كم على الأقل في الفتاس الرابع في الكاتريان في المئة في المئة مئة ومئة 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 لكي تتناحي وتخرج لكي تخرج من المكان الذي كانت حصلة فيه لأن هذا الصوت نتيجة على الأوساخ الموجودة في السباب هذه العاملية إن شاء الله تكون العاملية الثانية ناجحة كما أعطيته النصيحة في العاملية لو لا إن شاء الله أتنفعك بحركة ميكا والسلام عليكم ونطر بكاتو ترجمة نانسي قنقر